محسن تلميذ يدرس بالقسم النهائي قدم كغيره من التلاميذ إلى ثانوية العقيد عميروش باستوالي بالعاصمة لإجراء أول امتحان في الفصل الثاني غير أنه فوجئ بأنها ألغيت إلى أجل غير مسمى بسبب الإضراب التلاميذ خاصة بالأقسام النهائية أبدوا استياءاً عميقاً من الوضعية التي آل إليها قطاع التربية والتي أثرت سلباً على تحصيلهم الدراسي وناشدوا كل الأطراف الإسراع في إيجاد حل لإنهاء الإضراب الذي دخل أسبوعه الثاني يقولون أنه غير يعني غير تحبس لغير يعني رانابين وبين في قلق غير تحبس لغيره في كومبو يعني مالبنشقا وشوصاري وليفع كونصراً لأبواب في عطلة الرابع يالغ ما بقنا ناشمين بوا ثلاث شهور هالخميس يعني حتفلنا بمئة يوم هالغ ما لبنشقا وشوصاري أربي يكون في لونها دماء كالله يحديهم رانا كيمة توفو في إضراب في فترة الإمتحانات والأمر الغريب أنه قالوا النبي لازم كي يحفظوا الإضراب قدوا من ذلك ديراكتومون جو جوزوا لي كومبو سما لي كومبو هكذا ما تقوليش رسميات واللي فوجائية سما هكذا الأستاذي دحقوا لقابرة هي تزيد الفلعان في العينة تحى وإحنا يا الضحايا الوحيدين وما رجح نكملوا بخوغام وأصفوا غدا كين عتابوا لا 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 الأساتذة وإن عبروا عن تفهمهم لتخوف تلامي إلا أنهم أكدوا على مواصلة الإضراب وتصعيد الاحتجاج إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة تلمية الحقيقة هم أولادنا وعندنا أولادنا معهم ولهم معي وإحنا عينا أكثر منهم ولازم نتعرف بأن كل شعب جزائيلي لازم نفهم بأن الإضراب لا يوجد صالح الأستاذ الأستاذ مادى به كما البرنامج نشتعه في الوقت المناسب وتنحى هذه كلمة العتابة ولازم يكون يديه كما نقوله الحاصل التربية يديه حتى البكالورية ما نحتفله حتى الدرس بصحة الإضراب نحنا مرغامين به نحن كأساتذة وكولي ولي تلميذ قبل كل شيء ونضع خطين تحت ولي تلميذ نحن في إضراب ومطالبنا أن على الوزارة تنفيذ وتطبيق المحاضر الممضات مع نقابتنا ومدام أن الوزارة لا تلتزم بتعهداتها السابقة وما جاء في المحاضر فإن القطاع طربية لا يكون في استقرار نقول ماذا بعد الإضراب؟ نقول أن الوزارة الحكومة لا تريد استقرار أوضاع الطربية يعني الآن النقابة تطالب ماذا؟ تعالوا إلى طاولة الحوار لنتفاوذ إذا كان هناك مطالب مستعجلة يمكن تلبية وهناك مطالب أخرى تحتاج إلى الوقت نتفق على برمجة جدولة نعم لتحقيق مع الوقت الآن المشكلة في الحكومة مقاطعة الامتحانات الاعتصام أمام مديريات التربية بالولايات تنظيم مسيرات أمام وزارة التربية مقترحات قدمتها المجالس الولائية تجسد المقترح الأول منها في انتظار ما سيعلن عنه المجلس الوطني للكناباس الذي سينعقد خلال الأيام القليلة القادمة ويبقى التلاميذ وسيطا بين معادلة من الدرجة الثالثة طرفاها وزارة التربية والنقابات